طب خليني أخذ بقى من كلمك يا دكتورة، الموضوع فعلا بسيط يعني بنحدد الكلية إن شاء الله بتوفيق ربنا ندخل الكلية للناس عايزاها أو الأقرب ما تكون لإهتماماتنا مع المجموع المتاح مين اللي بياخد القرار؟ الولاد واللحنة؟ واللحنة والولاد؟ وفي الآخر الكلمة الفيصل اللي بتتحدد هتكون عندي مين؟ هي طبعا أول حاجة بالنسباني لازم أكون عندي حالة من الصراحة إن مش المجموع هو الحكم النهائي على إبني يعني ممكن إبني جيب 90% بس أنا عارفة إمكانيات إبني التعليمية ولازم أبقى عارفيني فيه فروق فردية وفيه حاجة اسمها إديوكيشن جاب وصعوبات تعلم ف90% دي ممكن تكون ما هو حفظ كتير والحفظ بالنسباني مش هو أداء التقييم للطالب بتاعي فبالتاني أنا عارفة وصلت معلم سنوية عامة أو سواء سنوية أمريكية أو بريطانية وفرنسية وطيفر كانت إيه فأنا عارفة إمكانت إبني كواس قوي فبالتاني النهاردة مع الوجود الطلبات الكتيرة مع المجموع القليلة يمكن دي حاجة خدمة الطلاب على فكرة مش ضدهم يعني أصبح فيه متاح من الارتياح ما مقاش فيه عندي السبق بتاعي 104% و105% وأرقام غير منطقية في الأساس أصلا الأرقام إحنا كنا على أيام نحنا بنسمحها وكانت يعني ريسنا سنوية نسمع سبعينيات وتمانين إنها طبيعي يعني أرقام طبيعي فده حيبقى فيه ارتياح للبليل الأمر إنه حيبقى في كل مرحلة فيه فرصة متاحة لإبنه فنرهدأ بقى ونرتاح النقطة التانية أنا عندي إيه؟ عندي جودة تعليم جودة تعليم موجودة الحمد لله سندي في كل الجامعات جامعة حكومية جامعة أهلية جامعة خاصة وعندي كمان قضيفة إلى ذلك جامعة دولية صحيح فيه تنوع بالزبط فبقى عندي أربع أنواع من الجامعات المختلفة إمكانيات بقى جودة التعليم بالنسبة لي تبقى تعليم إبني الجامعة الفرنسية موجودة وده تعتبر جامعة أهلية كمان مش جامعة خاصة فبالتالي سعرها معقول فالإبني يخرج من البكالوريا يخش على جامعة كويسة عندي البريطانية مثلا أو الإي جي أو وتابر حيخش لا بقى فيه ورد إحناس كنا مع مؤتمر مصرين بالخارج وكان معنا ثلاث أمناء الجامعات سوى جامعة الأهلية أو الخاصة أو الجامعات الحكومية وكان أضاف دكتور مصطفى عبد السامية نقطة مهمة جدا قال استعداد النسبة بتتغير بالنسبة لولادنا سواء المصريين بالخارج أو لهم مشاهدات الدولية فهذا برضو خبر مفرح جديد مع شادة أولياء الأموري لتنقص استعداء ويفتاحهم بالنسبة للحقيقة تانية الأهم أحداثك جودة التعليم اهتم بها سيد رئيس الأمورية من 2014 بدأنا نحصل ده لأنه لا يوجد حاجة تغير في سحرة فبالتالي عندنا دلوقتي جامعات بتدي فيها ملح لتعلم المتفوقين فكل خطوة بنخطوها السنين دي أنا شافة الولاد على الأقدم وكل مخضوض من المجميع بالعكس أنا شفتها برؤية مختلفة تماما أنها تفتح فرص تأمال لتكافأ فرص كمان والفرص أوسع لبلدنا